موسيقى حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام هذا مجز لأهم الأنباء أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف لاجئين سوريين على حدودها وتحويلها من القضاء المختص كانوا قادمين من الجزائر المجاورة إلى أراضيها وقالت الوزارة إنها تمكنت الدورية تابعة لفرقة الحدود البرية الحرسة الوطنية ببو شبكة من ولاية القصرين من إلقاء القبض على 12 شخصا يحملون الجنسية السورية وأضافت الوزارة عبر حسابها في فيسبوك أن اللاجئين الموقفين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه الترابي التونسي خلصة بحسب تعبيرها أفاد مراسل قناة حلب اليوم بأن شخصين اثنين قتلا وأصيب أخران جراء انفجار لغم أرضي بهم قرب قرية معر شحور بريف حماء الشرقي هذا أوضح مراسلنا أن لغما انفجر بسيارة تقل مدنيين متوجهين لقطاف الزيتون في أراضيهم الزراعية بمنطقة عطشان الخاضعة لسيطرة قوات النظام شرق حماء مضيفا أنه خلال الشهر المنصر قتل أربعة مدنيين جراء انفجار لغمين أرضيين في مدينتي طيبة الإمام وكرناز الخاضعتين لسيطرة قوات النظام بريف حماء الشمالي شنت قوات النظام حملة دهم واعتقالات لملاحقة المطلوبين في الغوطة الشرقية بريف دمشق وقال مركز الغوطة الإعلامي إن قوات النظام لفذت الحملة في كل من مدينتي دومة وحرستة وبحسب المركز فإن الحملة استهدفت الشبان المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام والمتخلفين عن إجراءات التسوية الأمنية بالإضافة إلى الشبان الذين تجاوزت عمارهم السادسة عشر ولم يستخرجوا بطاقة الهوية الشخصية قتل ثمانية عناصر من ميليشيا فاطميون الأفغانية وميليشيا اللواء 47 التابعين للحرس الثوري الإيراني بهجوم لتنظيم الدولة على مواقع لهما في البدية جنوب البوكمال وقال موقع جيرف نيوز إن الميليشيات لم تكشف بعد عن أسماء قتلها وجنسياتهم وإنها نقلت جثث القتلى ومعهم أكثر من عشرة عناصر جرحة إلى المشافي في مدينة البوكمال أعادت قوات أمريكية تمركزها وبناء قاعدة عسكرية جديدة لها غرب محافظة الرقة ومعاززة وجودها بمعدات عسكرية ثقيلة وأخرى لوجستية وفي ذات السياق قالت شبكة فرات واسل المحلية إن دورية تابعة للقوات الأمريكية تم تسيرها في شركات للغاز وحقول النفطية وفي منطقة رميلان وقامت باستطلاع مناطق عدة على الحدود إضافة لتسير دورية أخرى برفقة طائرات مروحية غرب بلدة تلتمر على الطريق الدولي شمال الحسك وأخيرا أفادت وكالة فرانس بريس أن وفدا عسكريا أمريكيا تفقد مواقع لقوات قسد قرب القامشلي رغم إعلان واشنطن سحب قواتها من هذه المنطقة نقلت الوكالة عن مصدر عسكريا في قوات سوريا الديمقراطية قول أن القوات الأمريكية بحثت مسألة الحفاظ على وجود عسكريا لها في القامشلي موضحا أن الأمريكيين يريدون إقامة قاعدة عسكرية في القامشلي فيما أشار مصدر في التحالف الدولي لفرانس بريس أنهم يواصلون سحب قواتهم من شمال سوريا ويعيدون نشرها في محافظة دير الزور نهاية الموجز وأترككم لمتابعة برنامج جعليكم العافي دمتم بأمان الله وحفظه نهاية المترجمات لكثير من الاشتراك في القناة